اشتركوا في القناة اللي اتنين دول كانوا لسه صغيرين ولسه بيدرسوا يعني زي ما تقول كده العيلة دي كانت عيلة على قد حالها ففي يوم من الايام مختار تفاجئ باتصال تليفوني من اخوه اللي مسافر برا وعايش في دولة الامارات وقال له في وسط المكالمة بصراحة كده يا مختار العيال عندي عايزين ييجوا ويعودوا معاكم شوية انت ايه رأيك فمختار رد عليه وقال له يعني انت بتتصل علي عشان تيجوا وتقول لي العيال عايزين يجولكم ويعودوا معاكم شوية هو انت مش عارف ان العيال دول عيالي يعني بمعنى اصح يقدروا ينورونا في اي وقت عيال اخوه دول يا صديقي شابين في منتصف العشرينات الولد الصغير سنه حوالي 24 سنة والودي التاني اللي اكبر منه سنه حوالي 26 سنة هم اللي اتنين مقيمين في دولة الامارات وشغالين هناك في مدينة العين المهم بعد حوالي اسبوعين من المكالمة دي الشابين دول اتصلوا بعمهم وقالولوا احنا يا عم الحمد لله وصلنا المطار وقادينا هو في طريقنا للبيت اليوم ده عمهم مختار ومراته وبناتهم الاتنين رحبوا بيهم واستقبلوهم باحسن استقبال وبعد ما الليل ليل عليهم استأذنوا عمهم انهم يصهروا شوية في مزرعته الخاصة والمزرعة دي اساسا قدام بيته بالزبط المهم مختار اصلا كان باني قوضة جوه المزرعة وكان مصبت كل حاجة جواها يعني بمعنى صح القوضة دي كانت فيها قعدة جميلة جدا فمختار اخد الشابين دول اللي هم ولد اخوه ودخل بيهم جوه المزرعة وبعد ما قاعدوا مع بعض شوية مختار قال لهم بص يا ولاد انتوا عارفين ان البيت ده بيتكو انا بس للأسف مضطر انه سبتم شوية هخلص بس كم شغلانة وهرجع لكم تاني على طول فلو احتجتوا اي حاجة ما تتكسفوش اطلبوها من مرات عمكم وهي هتجبها لكم لحد عندكم على طول فانا هخرج دلوقتي وهوصلكم البنات يحضر لكم العشاء بتاعكم تمام تمام بعدها مختار توكل على الله وسلم عليهم ومشي وبعد مرور اربع خمس ساعات كده مختار قد مصلحته ورجع تاني على البيت واول ما دخل جوه البيت لقى البيت فاضي ومفهوش اي حس خالص دخل جوه القوض ملقاش حد دخل جوه المطبخ ملقاش حد قاعد ينده عليهم برضو ملقاش اي حد يرد عليه البيت كان كله فاضي ومفهوش اي مخلوق في اللحظة دي مختار استغرب وقال لنفسه يطرهم ما راحوا فين فقال اه صح ممكن يكونوا قاعدين جوه المزرعة وصهرانين مع الشباب فبسرعة خد بعضه ودخل جوه المزرعة عشان يدور عليهم ويلقيهم واول ما دخل جوه المزرعة سمع صوت حد بيتقلم وبيعيط فلما جري بسرعة ناحية الصوت ده مختار تفاجئ بمنظر عمره في حياته ما كان يتمناه ولا حتى اي حد على الكوكب كله يتمنى انه يتحط فيه مختار تصدم بان زوجته كانت متكتفة ومربوطة وبناتو الاتنين متكتفين ومغمن عليهم ومرميين كلهم على الارض وفي نفس الوقت كمان بناتو الاتنين دول كانوا مجردات من هدومهم فبسرعة مختار جري ناحية زوجته وفكها وبعد كده هم الاتنين فكوا البنات وقعدوا يفواءوا فيهم في الوقت ده مختار قاعد يصرخ بقى على صوت عنده ويقول ايه ايه ده ايه اللي حصل ده مين الكلاب اللي عملوا فيكم كده مين هم مين قولوا لي ردت علي زوجته وهي منهارة وعملت فوق في البنات وقالت له اللي عمل فينا كده هم الشابين ولا دخوك لما البنات راحوا يقدمونهم العشا لقيتهم اتأخروا علي فقلت النفس يا ترى البنتين دول اتأخروا كده ليه فخدت بعضي وجيت على هنا جري واول ما دخلت جوا المزرعة اتفاجئت اتفاجئت بان المجرمين دول كانوا مسكن البنتين وعملين يختصبوهم واول ما جريت عليهم عشان ادفع عنهم المجرمين دول ضربوني ضربوني ومسكوني وكتفوني ورموني هنا على الأرض وساعتها وقعت وما كنتش عارفة اعمل ايه مختار في اللحظة دي اتجن مختار ما بقاش شايف اي حاجة قدامه غير انه تغضر بيه من اقرب الناس اليه فبسرعة مختار اتصل على أخوه وقال له عيالك فين انطق قول عيالك اللي اتنين راحوا فين طبعا اخوه سمعه وكان ما استغرب من اللي هو بيقوله ورد عليه وقال له عيالي عيالي عندك يا مختار خير في ايه فرد عليه مختار وقال له انت هتستهبل علي انا بقولك عيالك اللي اتنين راحوا فين انا لازم اخد بطاري منهم قل لي بس هم راحوا على فين فاخد خض وقال له بس اهدى اهدى بس كده وقل لي ايه اللي حصل عرفني مالك في ايه مختار رد عليه وقال له اهدى اهدى ازاي اهدى ازاي بعد كل اللي عملو في البنات المجرمين دول غضروا بيه المجرمين دول خانوني فق عز ما املك المجرمين استغلوا غيابي واختصبوا البنتين بقى دا جزاتي دا جزاتي اني دخلتهم البيت واكرمتهم يقوموا بعدها الكلاب دول يغضروا بيه ويعملوا فيهم كده بص بالاخر كده لو انت توصلت معاهم او شفتهم عرفهم ان عمكم مختار مش هيسيب حقه ولا حق بناته ابدا وهيقتلكم هيقتلكم انتو اللي اتنين تمام مفهوم اخو قال له بص يا اخويا انا بصراحة مصدوم انا مصدوم لدرجة اني مش عارف اقولك ايه ولا حتى عاملك ايه انا دلوقت حالا هقوم احجز اول طيارة وهتلاقيني قدام منك على طول وفعلا في اليوم التاني اخوه وصل عندهم عند البيت واول ما وصل هناك قاعد يعيط ويبكي ويقول لي اخويا حقك علي ابوس دماغك ابوس ايديك ابوس رجلك هد نفسك شوية انا حاسس بيك وفي نفس الوقت انا فعلا مش عارف اعمل معاك ايه ولا حتى ساعدك بايه بعدها هم الاتنين قاعدوا يدوروا على الشابين دول في كل مكان بس العيال دي حرفيا كانوا مختفيين وملهمش اي قثر وواحدة واحدة الخبر ده ابتدى ينتشر في القرية عندهم والناس ما بقاش عندهم اي سيرة غير اللي حصل في بنات مختار طبعا اخواتهم التانيين كلهم عرفوا وبدأوا هم كمان يدوروا عليهم في كل مكان ابوهم اللي هو ابو الشابين دول كان متدايق وجايب اخره خالص فقعد يفكر ويفكر لحد اما وصل لفكرة ان العيال دول لازم يصلحوا غلطتهم ويتجاوزوهم فمن ناحية يقدر ينقذ مستقبل البنات دي ومن ناحية تانية يقدر ينقذ مستقبل عياله من الموت او القتل وفعلا خط بعضه ولم اخواته هم والشيوخ اللي موجودين جوه القرية وراحوا كلهم عند بيت مختار وقال له بص يا اخويا انا دلوقتي عند حل للمصيبة اللي احنا فيها دلوقتي دي ايه رأيك لو نحل الموضوع ونخل الولاد دول يصلحوا غلطتهم ويتجاوزوا بناتك؟ فمن ناحية نقدر نستر على البنات دي ومن ناحية تانية العيال يصلحوا غلطتهم اللي هم عملوها لانك كده كده مش هتستفاد بقتل العيال دي خالص ايه رأيك؟ مختار تفاجئ ان اخواته والشيوخ اللي قاعدين معاهم كلهم في المجلس كلهم كانوا موافقين على الحل ده بس ساعتها مختار كان مشوش وما كانش عارف يعمل ايه بالزبط هل يوافق على الكلام ده ويتجاوزوا بعض ولا يرفضوا كله؟ فهنا قاعد يفكر في الموضوع لحد ما خلاص ملاقاش اي حل تاني غير انه يرضى بالامر الواقع اللي هو فيه ويوافق على الفكرة دي بعد فترة الشابين دول اتواصلوا مع ابوهم وقالولوا احنا يابا اسفين احنا غلطانين احنا نستاهل كل حاجة وحشة احنا وقتها ما كناش في وعينا وما كناش حاسين باي حاجة لاننا كنا تحت تأثير المخدرات فبعد ما حصلت المصيبة دي وفقنا ندمنا ندمنا واستغربنا على كل حاجة حصلت احنا عملناها احنا بس يا بويا عايزينك تسمحنا احنا غلطانين احنا اسفين احنا مش هنكررها كده تاني ابوهم قاعد يسمع لهم ويسمع للكلام ده كله وفضل قاعد ساكت وما ردش عليهم خالص بعدها قال لهم بصوا انا مش عارف اقول لكم ايه المصيبة اللي حصلت دي احنا لازم نصلحها كلنا احنا قعدنا كلنا مع بعض واتفقنا انكم لازم تصلحوا المصيبة اللي انتو عملتوها دي وخلاص اتفقنا وقلنا ان اسلم حل انكم لازم تتجاوزوا البنتين دول فعايزكوا دلوقتي انتو اللي اتنين ترجعوا حالا من الامارات وتيجوا علي هنا عشان تكتبوا كتب كتابكم عليهم في اسرع وقت ممكن طبعا العيال اول ما سمعوا الكلام ده ابتدوا يخافوا اكتر واكتر ورفضوا انهم يرجعوا في الوقت ده لان هما اللي اتنين عارفين كويس ومتأكدين ان عموهم مختار مش هيسمى عليهم وهيقتلهم فقالوا لابوهم بص ياابا احنا هنقعد هنا شوية في الامارات نشتغل ونكون نفسنا ولما نبقى جهزين ونجمع شوية فلوس على طول هنرجع ونيجي نتجاوزهم على طول انت ايه رأيك؟ فبهم سكت وقال لهم ياولاد احنا لازم نصلح المصيبة اللي انتوا عملتوها دي في اسرع وقت ممكن مختار من ساعة المصيبة دي صحته كانت في النازل كل يوم عن اليوم اللي قبله وفي نفس الوقت كمان كان مكسور كان دايما بيمشي ووشه دايما في الارض وما كانش عايز يتواصل مع اي حد يعرفه من اهل القرية فمختار قاعد فترة على الحال ده لحد دا ما خلاص صحته النفسية والجسدية بقت حرفيا تحت الصفر فجأة مختار وقع من طوله وتعب وما بقاش قادر يشتغل حتى في المزرعة بتاعته وقاعد على الحال ده حوالي شهرين في البيت نايم ومر مع السرير وبعد مرور الشهرين دول وبعد ما شم نفسه شوية مختار قرر انه لازم يختفي من القرية اللي هو عايش فيها وياخد بعضه يسافر ويشتغل في اي حتة برا الدولة فقاعد يسأل يمين وشمال هنا وهنا يا جماعة انا عايز اشوف شغل يا جماعة حد يساعدني لحد ما في يوم من الايام اخوه اللي هو ابو الشابين دول قال له انا يا مختار هساعدك وهقف جنبك لو كده ايه رأيك هكلم لك اي حد من عيالي يشوف لك عندهم هناك اي عقد عمل في الامارات تسافر وتشتغل هناك بس بص الله يخليك الله يخليك شرط الوحيد انك تبعد عنهم وما تحولش انك تدور عليهم ولو حتى يا مختار في يوم من الايام شفتهم بالصدفة في اي حتة اعمل اكنك مش شايفهم او اكنك مش عارفهم عشان صدقني يا اخويا الشيطان هيخليك تدور عليهم وتعمل حاجات هتوديك في ستين دهية وتضيع بنفسك مستقبل بناتك تمام مختار بعد ما سمع منه الكلام ده رد عليه وقال له بص يا اخويا انا اصلا عايزة سافر عشان اكل عيش واشتغل فكده كده ما تقلقش انا اصلا مش هيبقى عندي اي وقت حتى عشان افكر فيهم فما تخافش من اي حاجة وكلمهم لي عشان ربنا يكرم وفعلا الراجل كلم عياله وقال لهم بصوا يا عيال عموكم مختار في ازمة صحية ونفسية ومالية وعايز يسيب البلد كلها ويطلع يشتغل برا العيال اول ما سمعوا الكلام ده في البداية كانوا خايفين بس بعد كده اقتنعوا اقتنعوا لما عارفوا وتأكدوا ان عموهم فعلا محتاج فلوس بأي طريقة فبعد فترة واحد من العيال دي جاب عقد عمل هناك لعموهم في الامارات بس اللي ما كانوش عاملين حسابه ولا حتى فكروا فيه ان عموهم مختار اصلا كان مسافر ليهم مخصوص عشان يدور عليهم ويجيب بطاره اللي هو حق بناته المهم مختار لما وصل هناك اشتغل في مزرعة في احد المزارع الكبيرة اللي موجودة هناك في الامارات وفعلا ابتدى واحدة واحدة يدور عليهم ويسأل عليهم من غير محد ما يحس بيه واكيد كان بيعمل ده كله عشان محدش فيهم يحس بيه ويعرف ان هو بيدور عليهم وياخد بعضه ويهرب وفعلا مختار قاعد على الحال ده تقريبا لمدة سنتين يعني فضل قاعد سنتين يدور على العيال دي في اي مكان يقدر يوصله ففي يوم من الايام وبالصدفة مختار قابل شخص كان عايش معاه هناك في القرية اللي هي كانت في دولة تونس فبعد ما سلم عليه ورحب بيه ووقفه مع بعض شوية الراجل سأل مختار انت هنا بتعمل ايه انت شغالي بالزبط هنا في الامارات مختار قال له بص انا بصراحة شغال مزارع في مزارع كبيرة صديقه ده استغرب قال له انت شغال هنا وطلع عينك وولاد اخوك اللي اتنين بسم الله ما يشاء الله ربنا فاتح عليهم وموسع عليهم هناك في مدينة العين يعني انت سايب كل العز ده كله وشغال هنا وطلع عينك حرفيا في المزارع دي يا باشا انت دلوقتي لازم تاخد بعضك وتروح تجري عند عيال اخوك وتحاول تشوف عندهم اي شغل فمختار فرح ورد عليه وقال له ايه ده بجد ولاد اخوية معاهم كل ده هنا في الامارات وانا معرفش عنهم اي حاجة طب بالله عليك يا غالي بالله عليك لو كده اديني عنوانهم وانا هروح لهم من دلوقتي انا هروح لهم هناك وهعمل لهم احلى مفاجأة بس اهم حاجة الله يخليك ما تجيبش اي سيرة لاي حد بالزيارة اللي انا هقوم بيها ليهم عشان زي ما انت معارف انا بحب المفاجآت فبالله عليك ما تحرقش المفاجأة دي وتعرفهم ان انا هجي لهم هناك في مدينة العين تمام تمام طبعا مختار في الوقت ده كان طاير من الفرحة وقال لنفسه ياه اخيرا بعد كل السنين دي كلها هعرف اوصلهم بنفسي اخيرا هعرف ااخد بطار بنات الاتنين واجيب حقي وحقهم منهم وفعلا في نفس اليوم مختار قدم على اجازة في الشغل اللي هو شغال فيه وبسرعة اخد بعضه وسافر جري على هناك في مدينة العين وبالتحديد في العنوان اللي هو اخده من صاحبه وفعلا لما مختار وصل عند العنوان ده مختار اتفاجئ بمحل من محلات الشابين اللي هم ولاد اخوه ولما تأكد من بعيد لبعيد ان هم اللي اتنين بيجوا دايما على المحل ده وبيبقوا قاعدين جوا منه على طول اخد بعضه وراح واشترى فاس جديد وقاعد يرقبهم من بعيد من غير ما اي حد فيهم ما يحس بيه او يشوفه واول ما جات له الفرصة المناسبة ولقاهم هم اللي اتنين موجدين لوحدهم جوا المحل على طول مختار ما تردتش واقتحم عليهم المحل وهو شايل الفاس بتاعه واول ما الشابين ما شافوا عمهم مختار واقف قدامهم وماسك في ايدي الفاس بتاعه على طول من غير اي تفكير الشابين دول سابوا كل حاجة في ايديهم وكرروا انهم يهربوا ويصيبوا له المكان بس يهربوا؟ يهربوا من مين؟ يهربوا من عمهم اللي هم استغلوا عدم موجوده في البيت وقاموا بضرب امراته وتكتفها واختصاب بناتهم الاتنين؟ اكيد وهم عارفين الكلام ده كويس عمهم مختار مش هيسمح بالكلام ده خالص ولازم ياخد بطاره فعلى طول مختار هجم عليهم هم الاتنين وهو شايل في ايده الفاس وقبل ما هم ما يفكروا يهربوا مختار جرى ورا واحد فيهم وضربوا ضربة بالفاس على دماغه وقع في الارض في مكانه والشاب التاني لما شاف المنظر ده وشاف أخوه انه اتضرب بالفاس على دماغه ووقع في الارض ساكت من غير اي تفكير قرر انه يهرب من عمه باي طريقة ممكنة ولكن عمه مختار كان عامل حسابه كويس ودارس كل مكان موجود جوه المحل فبعدها جرى وراه باقصى سرعة وتمكن منه ودى له ضربة بالفاس على دماغه والضربة دي كانت فعلا هي الضربة القضية وبعد ما مختار من تقب منهم واخد بطار بناتهم الاتنين قرر انه يستسلم ويسلم نفسه للسلطات عشان بعد كده يتحكم عليه بقى شد عقوبة وهي عقوبة الاعدام ويتعدم وبكده يا صديقي انتهت قصتنا النهاردة فلو القصة عجبتك ياريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير واهم حاجة ما تنساش تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكالعادة لو لسه فيكم نفس وعايزين تستمتعوا اكتر هسيب لكم هنا قصة ممتعة جدا تقدروا تستمتعوا بيها واشوفكم على خير في قصة تانية باذن الله كان معاكم اخوكم محمد سلام علیکم